السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام نرحب بكم في قناتكم الجميلة رحمة من الله هل تعلم ماذا يحدث لك عند أكل الموز قبل النوم؟ هل تعلم أنك إذا وجهتك صعوبة في النوم ولا تريد أخذ حبوب منومة فبإمكانك أكل موزة واحدة والجلوس بدون حركة لمدة عشر دقائق فقط وستجد نفسك نائم بعدها فورا حتى وإن كنت في كمة نشاطك والسبب أن جسمك عند أكل الموز يفرز مادة السيروتونين والتي لها نفس تأثير التغدير فوائد الموز الموز فاكهة لذيذة ومغزية الكل يعشقها سواء كان صغير أو كبير ويحتوي الموز على فوائد كثيرة فهو يحتوي على نسبة من السكر والبروتين والدهون والعديد من الفيتامينات وكذلك يحتوي على الكثير من الأملاح المعدنية ويعتبر الموز من أفضل مصادر الطاقة الطبيعية للإنسان فهو خالي من السوديوم ويعالج ارتفاع ضغط الدم وأيضا فهو خالي من الدهون والكلسترول أكدت الدراسات الطبية بأن الموز من الأغذية المفيدة صحيا لأنه غني بالحديد والأملاح المعدنية ويعتبر علاج لوظائف الكبد وحصى المرارة وارتفاع نسبة الكولسترول والربو وحساسية الصدر وتصلب الشرايين والتهاب الكلة كما يعتبر مادة غذائية مفيدة لأنه طارد للديدان ويعالج نوبات النقرس ويكافح الإسهال ويمنع تصلب الشرايين ويحتوي الموز على نسبة عالية من الفسفور وهو ضروري جدا للزاكرة فوائد أشر الموز يستخدم كشر الموز في تبييض البشرة وذلك بعد طحنها ووضعها على الوجه فهي تساعد على تقشير البشرة وإزالة آثار حب الشباب فضلا عن كونها آداء لتطويل شعر الرأس وزيادة كسافته كما أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن أشر الموز يحتوي على معدن الماغنسيوم بمعدلات مرتفعة مما يساعد على تخفيف توطر الأوعية الدموية وأيضا يستخدم في تخفيف الصداع النصفي وذلك عند وضع كشر الموز الناضج على الرأس لمدة 15 دقيقة ويستخدم في معالجة كرحة القدم والحروق والطفحة الجلدي والحراري كما يستعين أهالي جزر البهامة بكشور الموز للتخلص من ضغط الدم المرتفع وذلك عن طريق غالي كشور الموز وشرب ماء ومن جانب آخر أوضحت دراسة برازيلية نشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية أن كشور الموز المقطعة تفيد في تنقية المياه والتخلص من المعادن السامة التي يحتمل التواجد فيها مثل الرصاص والنحاس وأضافت الدراسة بأن كشور الموز تشتهر بقدرتها على تلميع الفضيات والأحزية الجلدية ولا تقف فوائد الموز عند جمال طعمه كفاكهة يعشقها الكبير قبل الصغير بل يمتد إلى علاج الكثير من الأمراض كفكر الدم والضعف العام والموز ينمي الفكر والزكاء وينشط الزهن والذاكرة لما يحتويه من الفسفور لذا فهو مفيد للغاية لمن يبزلون جهد زهني ويجب على الأمهات أن يحرصن على تناول أولادهن الموز خلال فترة المذاكرة وكذلك فإن الموز مفيد أيضا لمن يبزلون مجهودا جسمانيا مرهقا لأنه يبني العضلات ويزيد من كفاءتها لاحتوائه على العديد من المعادن كالكالسيوم والحديد والفسفور والاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين ألف وبه 2 وبه 6 وبه 12 وفيتامين جيم ونسبة أيضا من فيتامين دال وهي كما أن الموز يمد الجسم بالطاقة لما يحتويه من المواد الكربوهيدراتية إلى جانب الدهون والبروتين وكذلك ينصح الأمهات الحوامل والمرضعات بالحرص على تناول الموز وكذلك الأطفال فهو سهل الهضم وضروري لنمو الأطفال كما أن محتواه من الكالسيوم والفسفور يقوّل عظام والأسنان والأظافر كما يمكن لمرضع كرحة المعدة والتهاب الأمعاء أن يتناولوا شراب اللبن بالموز فهو علاج مفيد وذلك بإضافة كوب من اللبن إلى الموز وضربه في الخلاط ومن فوائد الموز العلاجية أيضا تنشيط الكلة وعلاج الإسكربوت ومرض النكرس وهو أيضا مقاوم للروماتيزم والتهاب العصاب والذين يعانون من البدانة أو الحصوات المرارية أو أمراض الكبد وكذلك مرض السكر فعليهم عدم الإكثار من تناول الموز خصوصا من يعانون من الحساسية منه كما ينصح بالتأكد من تمام نطج الموز فلا يؤكل وهو أخضر ويجب مضغاه جيدا تجنبا لسوء الهضم وبكذا فيديو النهاردة بيكون انتهى ياريت الكل يكون استفاد والرجاء منكم جميعا إذا عجبكم الفيديو أن تضغطوا على لايك وشير وتدركوا تعليقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته